وفي سياق متصل عقد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية سلسلة من اللقاءات الجانبية مع عدد من نظرائه من وزراء الداخلية العرب فقد التقى معالي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الانهياء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مؤكدا على العلاقات التاريخية والأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين والحرص المتبادل على تعزيز آفاق التعاون الأمني في مختلف المجالات كما أعرب معالي خلال اللقاء عن تقديره للمواقف الطيبة والمشرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تجاه مملكة البحرين وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون وتنسيق الأمني في ضوء نتائج اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين في ذات السياق التقى معالي وزير الداخلية ومعالي لواء محمود توفيق وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية الشقيقة مشيدا بعمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين والعمل على تعزيز آفاق التعاون الأمني في مختلف المجالات لحماية المصالح المشتركة والحفاظ على الأمن والاستقرار وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق الأمني واستعراض النتائج التي توصلت إليها اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة بالإضافة إلى الموضوعات والسبل الكفيلة بتطويرها خلال المرحلة المقبلة كما التقى معالي وزير الداخلية ومعالي السيد مازن عبدالله لالفراء وزير الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة مشيدا بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وقد تم بحث عدد من الموضوعات والمسائل الأمنية في إطار تعزيز التعاون والتنسيق والبناء على ما تم تحقيقه في مسيرة التعاون الأمني انطلاقا من حرص الجانبين على تعزيز العمل المشترك من خلال اللجنة الأمنية المشتركة بهدف الارتقاء بالأداء لمواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات المتسارعة على الساحة الإقليمية والدولية وضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التقى معالي وزير الداخلية ومعالي القاضي بسام مولوي وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية الشقيقة حيث تم بحث عدد من المسجدات على الساحة الأمنية في إطار التعاون والتنسيق الأمني بالإضافة إلى الموضوعات والسبل الكفيلة بدعم علاقات البلدين في المجال الأمني رافق معالي وزير الداخلية خلال زيارته إلى تونس وفد يضم سعادة سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية التونسية وعدد من المسؤولين بالوزارة